النهاردة وقبل سفر بعثة الفريق إلى الكونغو استعدادات لمواجهة مازينبي في المباراة مهمة جداً اللي حتجمع إن شاء الله الفريقين يوم الثلاثاء في يوم السبتة نقاس في تمام الساعة الثالثة في لومبامشي مباراة مهمة جداً 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 مبارايات الذهاب للدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا دايماً الحقيقة لما باجي أتكلم في مثل هذه المباريات في مثل هذه الأوقات الصعبة والحاسمة بتجد أن ده الوقت المناسب لرئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب كابتن خطيب أنا بشوف الحقيقة أنه دي من أهم الإيجابيات لما يكون عندك رئيس نادي نجم كرة سابق أو أسطورة من أساطير كرة القدم السابق لأنه بيكون أكتر واحد عارف معنويات اللاعبين إيه اللي بيدور في ذهنهم متى تكون أوقات الانكسار وأيضاً في أوقات الانتصار عشان كده نهاردة كابتن خطيب كان حريص على التواجد لمؤذرة اللاعبين والجهاز الفني هو خلي بالك لما تيجي تتكلم على المؤذرة المؤذرة مش لللاعبين فقط ولكن أيضاً للجهاز الفني لأنه الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال الفترة السابقة مش من جمهور الأهلي أنا هنا ما بتكلمش على جمهور الأهلي لأنه في ناس بتأولنا كلام ولكن أنا هنا ما بتكلمش على جمهور الأهلي أنا بتكلم على بعض ما لا يشجع النادي الأهلي جمهور اللي بعض ما لا يشجع النادي الأهلي راحوا وعملين حملة كبيرة جداً على ميستر كولر خلال هذه الفترة ولكن اللي بيتصدى لهذه الحملة هو جمهور الأهلي جمهور الأهلي اللي بيقف لمثل هذه الحملات فبالتالي الجهاز الفني محتاج كابت خطيب؟ آه محتاج كابت خطيب محتاج أنه هو يسمع كلامه؟ آه محتاج أنه هو يسمع كلامه اللاعبين محتاجين طبعا محتاجين نفس الكلام بالنسبة لكل الأجهزة سواء إداري أو فني كل الأجهزة الإدارية أو الفنية محتاجة أن أنت يبقى واقف معاك رئيس النادي الأهلي سطورة كرة القدم محمود الخطيب علشان يتكلم مع اللاعبين ويقول لهم واحد اتنين تلاتة وشايفين الكابتن بيتكلم ازاي شايفين زي مع حضراتكم طبعا ما فيش صوت ولكن الاسلوب واضح الطريقة واضح تكلم معهم في التركيز الشديد في مواجهتين مازمبي اهمية الحفاظ على لقب هذه البطولة بطولة دوري ابطال افريق البطولة الاهم اللي بتقاهل الى مونديال كاس العالم الاندية احنا كده كده متقاهلين اللي جاير بتكلم على اللي بعده وغير كده وكده جوائزها المالية المادية كبيرة جدا وفي نفس الوقت هنا وجود كابت خطيب عايز يقول للاعيبة او هو مليون في المية قال للاعيبة كده لهم المطش اللي فات انتهى تلعب نادي الزمالك نادي كبير طبعا وكل حاجة ولكن مباراة بثلاثة نقاط انتهت بما فيها من تفاصيل بما فيها من اخطأ ومن كويس ومن وحش يجب ان يكون التفكير خلال الفترة القادمة فقط في مواجهة بطل الكونغ يعني في مثل هذه الامور الحقيقة يعني بتجد ان الكابت الخطيب دائما وابدا بيلعب الدور الاهم والابرز مع فريق الكرة في مثل هذه الظروف وخلدوا بالكم في الافراح تلاقي رئيس البيعس اللي بيطلع مش عارف ايه لكن عندما يكون الموضوع في ظروف قد تبدو صعبة لللاعبين والجهاز الفني وللجماهير تجد ان هو بيبقى متواجد وبيبقى قاصد ان هو بيبقى متواجد في مثل هذه الظروف لانه عارف هو لعب وتحط في المواقف دي قبل كده كتير جدا فعشان كده هو عارف لما بيتكلم يتكلم ازاي امتى يعلي نبرت صوته امتى يوطي نبرت صوته خلي بقى حتقولي يا اسلام مش قوي كده يعني هقولك يا جماعة صدقوني اللي لعب كرة حيسمعني في هذا الامر لانه هتفهم كويس جدا النبرات مين امتى هو كابتن متنرفز ليه هو رئيس النادي الاهلي واسطورة كرة القدم محمود الخطيب متنرفز ليه ما هو لانه انت احسن فريق في مصر ما حدش يقدر يقول غير كده خلي بالك ما حدش يقدر يقول غير كده